قال الريان مراد الداعيش هلدة الربيع وهي تقوله سابعة مستحيل نفس السيناريو كيتكرر وعليش تداها لتمة قال لي هلريان ولدك عايش الرومانسي يوم هاني معها تقولي مزوجين هدي عشر سنين والخطير أنها حتى هيك هتجاوب معاه رغم داعها تصداع سامية قالت ان لا اهد شي بزاف خاصنا نعملو شي حاجة كانت لينا كتسمع لي هوم ومشيت ضغيال بيتها وهزت التليفون واتصلت باكرم قال اكرم اهلا لينا كين شي جديد وهي تقوله عرفت مكان عايشه ومراد وهو يقول اكرم فين انا بلاسة كينين قالت ليه لينا في دار عمي ربيع الله يرحمه قال ليها اكرم وفين جاتها الدار وهي تقول ما عرفتش فين حياتي كلها وانا كان اسمع ليها ولكن عمري ما عرفتها فين كاينة اكرم قال صافي واخه انا غدين تصرف شكرا ليك بالزاف وهي تقول هذا واجب مشا اكرم لعند امه بالزربة باش يقولي ها هاد شي اللي عرف قال ماما وهي تقوله نعم قال ليها كتعرفي دار ربيع الريان قالت دار لا ما عرفتش وهو يقول اكرم عايشك هنا تما مع مراد قالت العالية بنتي قال ليها اكرم حاولت تفكري شي دار عنده وهي تقول العالية دار اه نقيتها الدار اللي كان مسكنني فيها زعمه يكونه تما قال اكرم وعارفة فين كينا هاد الدار قالت العالية اه عارفة خلينا نمشي اخيرا غدا نلقى بنتي مش لا اكرم امه بعد ما تصلوا بسعدي الحق عليهم اما مراد كان هادر معا عايشه وقال حبيبة بغيت نتشاور معاك في واحد الحاجة قلت شنه هي قال مراد بغيت نتزوجه رسميا وانا نقول اللي بغيتي قال مراد انا خايفي فارقونه انا ما غديش نتحمل تكوني بعيدة عليها واعديني انك عمرك ما غد تفارقي معايا قلت ليه كان واعدك قال ليه الله يحفظك ليه شوية سمعنا الدقان وهو يقول مراد هادا اكيد بابا انا غادي نفتح مش افتح الباب وتفاجئ من اللي لقى اكرمه العالية وقال ممكن نعرف شكونتو ما قالت له العالية فينا هي بنتي المجرين مراد قال بنتك دخلت بزز منه ومشيت عند عيشة اللي تفاجئات من اللي شافتها وقدتك تتعنق فيها وكتبكي هو يقول اكرم غا تدفعتها من اختطافك ليها وتعديبك ليها قال ليه مراد ايش قد تقول عيشارها مراتي قال اكرم اي حقي يا مراتك وريني الدليل قال ليه مراد انا ما غاديش نسمح ليكم تاخدوها مني عيشة قولي شي حاجة قيت مسلومة وكنشوف ومراد كي يقول عيشة حتى كنسمعه سعد قال انت مطلوب العدالة بتهمت الاختطاف والتعديب والاغتصاب شدو مراده هو كيغوت وكيشوف عيشة وكيترجاها بعينيه تقول شي حاجة اما هي مقدرات تهتر بالصدمة قال ليه سعد ازيد قدام وقال اكرم على سلامتك عيشة ما تخافيش كل شي سالة غترتاحي دابة من هد شي قال أكرم على سلامتك عيشة ما تخافيش كل شي سالة غترتاحي دابة من هد شي ركبوا بورات في الطموبيل دي البوليس وداروا لي هالمينوت وعيونه على عيشة وفي بيت الريان قال ألو ويه هو هذا شنو كيفاش تشد هانا جاي دابة سامية قالت آش كاين قال الريان ولدك تشد وغادي نبيه الكوميسارية سامية قالت آش هادل مصيبة تاني قال الريان خاصنا نمشي وغادي نتصر بالمحامة وفي الكوميسارية كان مراد قالت وكيستجوبوا فيه ساعد قال يلا هدار علاش خطفتي عيشة علاش خطفتي عيشة وعلاش تعديتي عليها مراد قال عيشة رها مراتي وانا ما عدبتهاش قال ليه سعد عندك شي دليل انها مراتك وقال ليه مراد والدي اللي فكرشها وهو يقول سعد واش كاك ستة عليا هداك ره دليل ايدانة ليك مراد قال احنا تزوجنا قدام الله وهي غا تقول لك هاد الشي قال ليه سعد واش اللي بحالك وبحال حائلتك كيحرفوا الله مراد قال انا ما داير والو خليني نمشي سعد قال لي كتحلى جاع هاد شي وما داير والو وعند عيشة بعد ما وصلوا للدار عليا كانت معنق عيشة وممتيقاش انها لقاتها وقالت ليها بنتي ما عمري غدا نخليشي حدي مستك بسوء وعمري ما غنتخلى عليك عيشة قالت راكي درتيها من قبل شنو اللي هدمن لي باللي احتدابة ما غديريهاش عليا قالت عارفة انه طعيب عليك تقبليني وتسامحيني ولكن كانت رجعت حاولي تفهميني داب انتي قريبة غدا تولي ام وغدا تفهميني اكيد اجي نوريك بيتك انا جاهز ليك فيه كل شي واخديت شي حويج وقلت غدا يعجبوك حيب انتي كتشبهيني بالساف عيشة قالت لا لا العالية انا قطعتها عالية وقالت قولي ماما جاء اكرم وقال ماما خلي عيشة على راحتها مع الوقت غدا تقدر تندامج وتولفك وهي اللي غدا تجي تقوليك ماما قالت عالية بنتي انا معاك وعمري ما غنتخلى عليك وهو يقول اكرم ارتاح يا عيشة شوية ومن بعد غدا يمشي والطبيب نطمأنه على صحة الجانين وعليك مشات عيشة باش ترتاح وهي تقول عالية ولدي شفتيها ما متقبلانيش اكرم قال ما تخافيش هي دابرها في مرحلة صدمة وغادت لاشا هاد الصدمة تدريجيا وغادت تقبل هاد الشي عالية قالت ليه ولدي بغيت نطلب منك الأول مرة في حياتي وحد الطلب وبغيتك تنفذولي اكرم قال طلب يا ماما هي تقول عالية بغيتك تزوج عيشة وتسجل ولدها باسميتك وتربيه اكرم قال عيشة قالت عالية ما بغيت حتى شي حاجة تربطني بعائلة الريان وإلى تزوجتي عيشة ما غاديش يقدر يتبحها مراد عفاك فكر في الموضوع وعدني قال لها اكرم كان وعدك ومن بعد مشا اكرم للسبتار وبدك هيدوز على المرضى وتفكر الشخص اللي فاقدت تاكرة ومشا طلع ليه حل الباب والقام عافر مليكي يدق ليه برا اكرم قال لي اش كتدير وهو يقول الممرد هذا غير مهدئ اكرم قال لمريد ما محتاش مهدئات هادي آخر مرة نشوفك تدير لي هادشي قال الممرد وخا دكتور خرج الممرد وخلق اكرم اللي بقى كيشوف المريد وهو ناعز استغل الفرصة واخده برا واخده عينة من الدم ديالو خرجه مشا المختبر وطلب من الصديق ديالو يحلل الدم في سرية تامة ومن بعد مشا البيرو ديالو اللي يلقى فيه ضيف كي يطلنا اكرم قال اهلا لينا لا بس عليك قالت ليه لينا لا بس جيت اليوم نشوفك الى مكان عندك مانع اكرم قال مرحبا بيك وكان شكرك بزاف على مساعدتك لينا قالت لي ولا عليك عايشة انسانة رائعة وتستحق كل خير هو يقول اكرم ولكن رخوك تشد لينا قالت اه وقريب غد يخرج حيث بابا ناوي دير المستحيل باش يخرجو انا لو كان عليا اللي سميته علي هو اللي خسو يتشد اكرم قال غادي يتشد وغادي يتعاقد قالت لينا قول لي واش عندك شي حاجة اليوم تبغي تغدى معايا اكرم قال ما عندي والو اهلاش الله في هاد الاتناء دخلات خديجة المستشفى باش تشوف اكرم ولكن من اللي شافت لينا معاه تراجعات وهو يقول اكرم نوضي نمشي انا اللي غنعرض عليك لينا قالت انا اللي عرض عليك اكرم بعد ما شاف خديجة دارته غادة قال خديجة وقفات خديجة ولينا مصدومة وهي تقول خديجة كنت جاي نسولك على عيشة ونهدر معاك شوية ولكن بالي يارك مشغول قال ليها اكرم لا لا تفضلي اجي لينا انا كنعتادر منك بسدار غادي نأجلو الغداء هاد المرة قالت ليه لينا ماشي مشكي الخدمة هي اللولة مرة اخرى بسلامة قال اكرم تفضليها خديجة دخلي دخلت خديجة وقلسات وقالت كأي نشي خبار على عيشة وهو يقول اكرم اه القناها قالت خديجة الحمد لله اكرم قال هضر يا خديجة استرخي وهضري قالت واخا بدات كتعاود والدموع نازلين وهو كيسمع لها وكله آدان صاغية وفي مكان اخر كانت عيشة كتتأمل واعقلها غير مع مراد ايش غيكون داير دابا وعند اكرم قال نتمينا تكوني رتاحيتي شوية قالت ليه خديجة اه الحمد لله رتاحيت بالزعف وهو يقول اكرم شنو رأيك تمشيت تغتاي معانا في الدار ومنها تشوفي عيشة خديجة قالت واخا حتى انا بغيت نشوفها اكرم قال مرحبا وفي بلاسة اخرى احضر المحامد مراد وقدر يخرجه بكفالة جرى يعنو قال شفتي اجانا مران ليسميتها عيشة هان توليتي متابع مراد قال منلي غتجي عيشة معايا غدا تبرأني ايجي بعدا شكولي قال لي هم على مكاننا وهو يقول لغيان ما عرفتش اكيد مشي انا ما غنجيبش البوليس حتى لعندي قال مراد انا خاسنين مشي نشوف عيشة وهو يقول له ريان ما غتمشي لحت بلاسة زيد معايا للدار واماك خليتها غدت حماق في الدار وعند اكرم ركبت خديجة معاه ومشاول الدار دي العالية استقبلاتهم عالية اما خديجة دخلات نيشان لبيت عيشة قال اكرم ماما وش هدرتي انتي وعيشة قالت له عالية لا حاولت ولكن ما بغاتش كتتحجج بانها مريضة وبغت نعز اكرم قال الصدمة كانت كوية عليها خاصنا نعطيوها وقت وانا غادي نتابحها نفسيا هنا في الدار قلسات خديجة وعيشة وقالت خديجة توحشتك صحبتي بالذات وهي تقول عيشة حتى انا كده يرعنتي قالت خديجة بخير عاودي لي تترفص عليك تاني قالت لها عيشة لا ابدا هيد المرة كان حنين بالذات وهي تقول لها خديجة حنين واش المجرم اللي بحاله كيعرف الحنان عيشة قالت ما تقوليش عليه مجرم قالت خديجة ماش وليتي كتبغيه وقالت عيشة نقول لك ولكن بنابنا صراحة قالت خديجة ناري اش هاد شي كنسمها واخا قاعدك شي لدوزه عليك وهي تقول لها عيشة مرادة تبدل ولا واحد اخور وتلمني الزواج واخا انا كنت بالنسبة ليهدية قالت خديجة واش نقلتي ليهنتي عيشة قالت وافقت خاد صغير يخرج من الحبس وغادي نبزوجه خديجة قالت واش كتظني ان ماماك غدا توافق قالت لها عيشة خاسها توافق ولا ما غتعاوش تشوف وجهي وهي تقول خديجة ولكن الام ما كتتعوضش عيشة قالت هي اللي تخلات علي النهار اللول قالت لها خديجة الحب الصعيب والقلب منلي كيختار ما كيشاورش عيشة قالت كتها ضربحة ليلة مجربة ضحكات خديجة وهي تقول عيشة خديجة قري ايش واقع قالت خديجة قالت اوانو في أخبارك اليوم درت حصة نفسي يا معا أكرم عرفتي بحال البلسة خرجني من الغمه اللي كنت عايشة فيها عايشة قالت قلتي لي يا أكرم ما اقوليها خديجة قالت مالكي انا كن هدر عليه كطبيب خنستك حتى نتي تبدأي معاه الجلسات غادي داويك قالت عايشة وانا نفهب وهي تقول خديجة انا غدا النود نمشي في حالي بسلام عليك وهي تقول عايشة ديك الساعة قولي الاكرم يوصلك هانتي قولي الاكرم يوصلك خرجات خديجة وبعد دقائق دخل اكرم وقال واش مثال ينهضروا شوية وهي تقول له عايشة اجي مرحبا قال لها اكرم ترا حبيك الجنة يمكن هادي اول مرة قد نهضروا فيها مباشرة مع بعدياتنا عايشة قالت قولي يا اكرم واش انت اخويا وهي يقول لا انا غير رباتني ماماك بعد ما ماتت الوليدة ديالي وعطاتني الحنان ووليت كان قوليها ماما قالت ليها عايشة فهمت وهي يقول اكرم عاودي لي يا عايشة كيفاش كان كيعد بك مراد قالت علاش كتسولني هاد السؤال وهو يقول اكرم حي تبغيت نشخص حالتك ومن بعدها غادي لقدر نعاونك قالت مراد تبدل معايا وما بقاش كيدربني قال اكرم انا سولتك على العذاب اللي دوزتي ماشي على الحنان فاش تكرفص عليك وضربك واختاط فكل في المرة اللاخرة قالت لا هو ما دارش هاد الشي انا كنت عندهم دية يعني من حقه يردني اكرم قال شنا هو من حقه قالت عايشة هادو هما التقاليد وحنا خاسنا نطيعو هادو هما تقاليدنا وعداتنا وحنا خاسنا نطبقوهم قال لها اكرم نبغي نقول لك عايشة بان الدية ما عمرها كانت بهذا الشكل في الاسلام او بالاحراض دية اللي كتكون مرأة وعمرها ما كانت في الاسلام هادو كغاتها قاليد غبية متعارف عليها في القبائل حتى ولو الناس مصدقينها ومقتانعين بوجودها بالعكس الاسلام كرم المرة وجعل لها مكانة وقيمة في المجتمع يدقو العايشة ما فهمتش قال لها اكرم نفسر ليك اكتر ديك الشرعية اللي كيشدك بها مراد معاه شرعية باطلة يعني شرعا وقانونا انتي عايشة معاه في الحرام والولد اللي في كرشك ابن زينة عايشة قالت في الحرام قال لها اكرم اياها للا الزواج عنده شروط ماشي غاخد مرأة بحل بهيما مراد خدسوا الحبس ويد قلو عايشة ولكن وخاها كاك ما بغيتوش يدخل الحبس انا مسامحة هو طلب مني الزواج وانا وافقت قال اكرم هم هم فهمتك دخلت لعالية وقالت واش قاطعتكم؟ قال ليها اكرم لا تفضلي قالت عالية انا هدرت مع المحامي غادي قادل ورق ديالنا باش نسجل بنتي بسميتي وباش نقدر ندير لها بطاقة وتولد في السبيطار قال اكرم مزيان وهي تقول عالية غدا خسنا لمشيوا بكري للمحكمة باش نساليو الإجراءات قال ليها اكرم يكون خير الغد ليه فاقت عالية وفيقات عايشة باش يمشيوا للمحكمة ومعاهم اكرم باش تسجل بنتها بزميتها وفي جهة اخرى ناد موراد بكري باش يمشي يشوف عايشة مشالدار العالية ولقى عايشة وعالية خارجين مع اكرم وراكبين فتو موبيلته بقى تابحهم حتى وصلوا المحكمة نزلوا وحتى هو نزل ضغير لمحات العالية ووقفات قال ليها اكرم ماما واش مغتدخيش؟ وهي تقول له العالية سيروا انتوما وأنا غدا انتبعكم بغيت ندير مكالمة قال ليها اكرم واخا يلاها عايشة دخلوه هي بقات على برة شوية تاج هات لعند موراد وقالت له اهلا بولد سامية سالي للريان قال ليها موراد انا اسميتي موراد قالت ليه العالية عارفة وعاقلة عليك مزيان بالامارة كنت يعزيز على عمك ربيع بالزهر قال ليها موراد فين كتعرفي عمي ربيع قالت ليه العالية انا عارفة بزاف دل حواليش كيما عارفة انك مخاسكش تكون هنا فرق عليك بنتي وولد الناس وباركة غير دك شي اللي شفنا منكم انا وياها موراد قال ليها انا ما فهمتش شنو كتقصدي ولكن انا ما كيهمنيش هاد شي كله كتهمني غير عايشة قالت ليه العالية عايشة باركة علي هادك شي اللي شافت منك هي غدت بضحية جديدة مع اكرم وغتنساك وتنسى الماضي القادر ديالها معاك قال ليها موراد مستحيل نخليها تكون شي واحد اخو قالت العالية إلا قربتي من بنتي غادي ندخلك الحبس فهمتي وما غاي كفينيش موتك إلا وقعك لها شي حاجة وسمعني مزيان هادي آخر مرة كنشوفك الدور بيها احنا داخلي نده بنديروا الإجراءات ديالها وكن حدرك إلا قربتي منها غادي نوريك لوجه الاخر ديالي موراد قال عايشة مستحيل تقبل تكون مع واحد اخر من غيري قالت ليه العالية على اساس شافت معاك ايام زوينا والله بأمارت لنيام الكحلة اللي دازو عليها معاك ونزيدك عايشة هي اللي بغت بضحية جديدة مع اكرم مشيت العالية وخليت موراد حال فمو مصدو مستحيل عايشة تديرها ولكن علاش الله هي اكيد ما حاملانيش بسبب دكشي لدوزت عليها انا ما غنقدرش نعيش بلا بيها اما اكرم كمل هو وعايشة شغلهم ودفعوا الملف ديال تسجيل ديالها وقال اكرم واخيرا قالت ليه عايشة الحمد لله وهي تقول لعالية ابنتي ما بقى قد ما فات ونا رجعو نعيشو اسرة عادية غنصافروا من هنا وغادي نبعدو على هاد الناس كلهم عايشة قالت نصافروا وهي تقول لها عالية اه غنصافروا بغا تهدر وهو يقول اكرم شنو رأيكم تدوزوا معايا السبيتار من هانت ما انو على الجانين دعايشة عالية قالت فكرة زوينة ومشاول السبيتار داخلين ناشطين واتلاقى اكرم روحد ممرض وقال له سي اكرم بغاوك في المختبر اكرم قال غادي نكملوا نجي دخلوا وتاجه لمصلحة النساء وبعد ما فحصات الطبيبة عايشة قالت واش كتعرفي جنس الجانين قالت لها عايشة لا ما عارفهش وهي تقول الطبيبة عندك للا بنيتا عايشة فرحات وقالت حبيبة قلبي وهو يقول اكرم اكيد غدا تكون شبه لك قالت ليه العالية الله يحفظها لينا وهي تقول الطبيبة دابا عندك ستشهورة للا خاسكتها اللايف صحتك شوية حيت جسمك ضعيف قال لها اكرم اكيد غنتها الله وفيها نادوا من تماما وهم فرحانين بالساف وادعوا اكرم ومشاه ومشاه اكرم المختبر وزوه للطبيب اندرا شكاين قال الطبيب تحليل بيين على مادة مخدرة واللي كتسبب مع مرور الوقت فقدان للذاكرة اكرم قال كي ما توقعت انا خاسني نتاصل بسعد هو اللي غدي عوني تاصل اكرم بسعد اللي احضر مباشرة وخبره اكرم بالممرد واللي اعتقلاته الشرطة الممرد بقى كيقول انا مادرت والو وقال ليه سعد من الافضل تعتارف شكو اللي قال لك تدير هادشي الممرد قال عافك خليني نمشي انا رعندي ولادي قال ليه سعد انت غتبقى هنا وغتدوز الحبس وغتهز تهمه بوحدك من الافضل تعتارف قال الممرد انا غدي نقول كل شي واحد الراجل هو اللي كيعطيني الفلوس وهو اللي جابه هنا النهار اللول سعد قال شكون هاد الراجل قال ليه الممرد اسميته الريان هاد شي اللي كانعرف عليه وهو يقول سعد الريان وعند عالية بقيتك تهدر محبنتها قالت بنتي شنو رأيك فاكرة قالت لها عيشة ما لو دريف وهي تقول عالية غايكون اب مناسب لبنتك عيشة تصدمات وقالت انا بنتي عندها اب واحد قالت لعالية سمعي يا بنتي دوك الناس خيبين بالزعف ومن مصلحة بنتك تكبر بعيدة عليهم قالت عيشة انا عارفة هادشي وهي تقول عالية ولكن تي ما عارفاش شنو دووذو عليا عيشة قالت اكرم عاود ليه وهي تقول عالية بنتي انا فقدتك المرة اللولة بسبابهم وما عندي استعداد نفقدك مرة اخرى عيشة قالت بغيت نمشي نشوف عمتي وهي تقول لها العالية واخا شوية ونمشي وفي جيحة اخرى قال اكرم شكون انت واشنو باغين منك هاد الناس المريض قال ما عرفتش شكون انا وين انا ناس قال ليه اكرم ووالو انا غادي انتهى الله فيك وعييت على عبد السامد وقال ممنوعش يحد يدخل عندوكي مكان وبدأ غادي وهو يصون ليه التليفون ديانه كان سعد قال لي اكرم خزك تجي دابا اكرم قال له واخا هانا جاي اما عيشة وعالية مشاول در عمتها واستقبلتهم خديجة وهي تقول عمتها توحشتك ابنتي عيشة قالت حتى انا وبزار وهو يقول نبي اختي عيشة توحشتك وشافت فيه بنصد عين وهو يقول لها مالك يا اختي عيشة قالت بش حال بعتيني قال ليها نبي انا وهي تقول خديجة احنا كلنا عارفين شو قاعدة كل مرة بلا ما تمتل علينا قال نبي من متل ما تمتله اهاني خارج يلا تالنا ومني شافت فيه عيشة وبغت تهدر قالت ليها خديجة خلي صافي يمشي عليش ما جاش معكم اكرم ضحكت عيشة وقالت اكرم ويد قل لها خديجة صافي ما قلت وعلو كان سعد كيتسنف اكرم احتجل عندو قال لي غادي تصدم اللي تعرف شكون كان كيسا يفدك الفرملي قال اكرم شكون هو يقول له سعد الريان قال ليه اكرم ومستحيل ولكن شنو هلقتو به سعد قال هاد شي باقي ما عرفته هو يقول اكرم هاد الراجل باعنا فيهم خبي مصائب قال سعد بالمناسبة انا درت محضر بموت لسميته انا سريان واصدر قرار باعتقال عليه بتهمة القتل لغير العمد واصدر قرار باعتقال عليه بتهمة القتل لغير العمد قال اكرم مزيان وانا غد نقلب شكون داك الراجل مش ها اكرم للدار ولقى عيشة والعالية راجعين دخلت عيشة للبيثة ديالها اما اكرم بقى معامو وقال كي بقعت عيشة ولفاتك شوية قالت لي العالية ما فهمتش واحد الحاجة اشنو دار ليها هاد مراد ما كتشوف الدنيا حتى واحد من غيره مع انه دوذ عليها العذاب قال ليها اكرم هادي كتسمى فعلم النفس متلازمة ستوك هول قالت عالية شنا هو وهو يقول اكرم هادي واحد الحالة كتجي لبعض الناس المشاعر ديالهم كيتحولوا من القره الاستعطار وحب اتجاه المختطف والمعدد وعيشة من هاد الناس وهاد شي وقى عليك حتى انتي بصغركم عربيع هي تقوله العالية ما تفكرنيش بدوك الناس قال ليها اكرم الريان كيتآمر على واحد الشخص في السبيطار كيحق نور بمادة كتسبب تلف في الداكرة وهاد شي كتشفتو اليوم قالت العالية شكون هاد الشخص اكرم قال هاد شي باقي ما عرفتوش وبغيت نسولك اكيد غادة تكوني كتعطي بزيب ديالناس اللي عندهم حاهم عداوة قالت العالية تقريبا ازا ما يكونش واحد من الدوار قال ليها اكرم فجأة دموحها بدوك ينزلوك ترعد اما المريض فاق وشاف فيها وبقى مصدوم بلا ما يدير اي حركة بدأت العالية كتبكي اكرم قال ماما واش انتي لاباس واش كتعرفي هاد السيد وهي تقول العالية علاش علاش الدنيا علاش اكرم قال ااجي معايا ماما ااجي ارتاحي شوية خرجها من البيت وشاب لي هاكس ديالنا وقال شنوقع وبيت قل ربيع هاداك ربيع قال اكرم مستحيل يعني ما ماتش بقىت العالية كتبكي وقالت ما عرفتش هكيد كان حلم اكرم قال واش متأكدة ماما هو قالت له ما يمكنش اخفا عليا هو هو بنفسه هو ما يمكنش اخفا عليا هو قال لها اكرم خاصني نقول هالسعد خاصني نقول سعد هادش وغادي نواققو نفسيا باش يقدر يتذكر ويعرف شوق عليه والريان خاصو يدخل الحبس اما عيشة ناضت من عاسو ملقات حتى واحد وفكرت تمشيل عند خالتها تزورها ومنها تشوف فاطمة الزخرة لبسات حويشها وحطات ايدها على كرشها وخرجات شدات تاكسي لدار خالتها وصلات واتصدمات من داكشي اللي شافته كان مراد واقف في الباب مع فاطمة الزهرة وكيدو وثئت دوع لشعرها الصدمة كانت قوية عليها ويش هادا هو اللي باغي تزوج بيها امها كان عندها الحق في داكشي اللي قالت شيف فيها ما تحركش اما هي شدات تاكسي ورجعت البلاسة اللي جات منها دخلت لبيتها وتلاحت على النموسية وبدأت كاتبكي بالجهد رجعت حاليان الدار وجميع الذكريات السيئة كالدوز قدام عينيها عليش واقع هادشي؟ الماضي رهجع من جديد وديزت ليان وكل واحد فهواها عين عيشة مصدومة من داكشي اللي شافت وعالية حتى هي اكرم من شاغل بالمرض جديد ديالو اما الريان شد في الحبس وكيحقه معاه خصوصا بعد ما واجهوه بدكشي اللي كاين وما قدر يقول حتى حاجة وعند عالية قالت اهلو ولدي قال ليها اكرم عندي ليك خبار زوينة قالت اش واقع؟ هو يقول اكرم ربيع بدك يتذكر واول حاجة تفكرها هي انتي العالية قالت واش بالصاح؟ هانا جاية مشات عالية لصبيطان وشافت ربيع اللي بان فيه مدطرب نفسيا بالزعف مرة كايت فكرها ومرة لا قال ليها اكرم خاصنا نصبرو عليه شوية وهي تقول له العالية انا غادي نمشي نشوف الريان هو اللي خاص يقول لي الحقيقة قال ليها اكرم تبغي نمشي معاك؟ قالت العالية لا تبغيت نمشي بوحدي مشات وبقات كتنة يخرج عندها اما اكرم فجات عنده ضيفة غير متوقعة دخلات وقال ليها خديجة لباس قالت الحمد لله واش خارج؟ قال اكرم اه تبغين تمشي شوية؟ وهي تقول اها ما كراتش قال ليها يلا هنمشي ابقاو كيتمشي وكيهضو حتى وقفات عندهم طموبيل خرج الراجل وقال شفتك دبرتيه عليك ليان جديد صدمات خديجة ولكن اكرم شدها من ايدها وردها مورا قال لي غد فرقح ليك خديجة ولا غد تشوف وجهها اخر ما يحجبكش قال ليها الراجل وشكون انت؟ اكرم قال انا راجلها الراجل قال له وخسيدي صدمات خديجة كتر من هضرة اكرم لأول مرة كتحس بالامان مع شي واحد نرجعو للعالية اللي تلاقات مع الريانة قالت لي ايش وقع لأول مرة في حياتي بقول الحقيقة قال وباش غتهمك وهي تقول له ربيع باقي حايش وانت اللي كنتي مخبيه قال لي هالريان مالو فارغا نخبيه قالت العالية سامية ما في خبارهاش انك مخبيهوك ياك واحتى ولدك مراد وهو يقول الريان ربيع دارك سيدا افقدت ذاكرة فيها وديته لسبيطار هذا مكان قالت له العالية قول دبرته حادثة تموته ولكن انتقل بك ما طوعكش تقتل فوق فاختارتي الحل السهل هو يحمق وينسى كل شي قال الريان سيري في حالك العالية هاد شي ماشي ديالك قالت كان واعدك غادي الفضحكم وغادي تشوف قال لي هالريان مع السلامة ما تبقيش تغيب علينا وعند اكرب قال سمحي لي يا خديجة طريت نقول لي هكا باش يتفارق معاك خديجة قالت في خطرها وانا اللي كان كي حساب لي غادي طلبها مني خديجة ما تنسيش مقامك الحقيقي قال لي ها أكرم ما لكي ساكتا وهي تقول لا وعلو غير كان شكرك بزداد حيث كل شي كيتعامل معايا كمدنبة إلا أنت قال لي ها أكرم ولكن هذا ما كيعنيش أنك مغلطيش خديجة بقيت كتشوف وهو يقول لها أكرم أنا ما بغيتش نزيد عليك أكيد انتي عارفة هاد الشي مزيان وما كتحتاجيش شي حد يقول هالك قالت عارفة وهو يقول خديجة انتي ما غا تبقيش تمشي لديك البلاسة مرة أخرى ياكي قالت ولكن خايف يديروا لياشي حاجة قال لي ها أكرم من هاد الناحية ما تخافيش أنا غا دي تصرف المهم تكون انتي مقتانعة بعدي قالت واش كي ينشي حد كي يبغي النجاسة قال لي ها أكرم مزيان وانا غا دي نقلب معاك على خدمة شريفة وهي تقول كان شكرك بزداد مرة أخرى دار قريبة نجي تشرب شي حاجة وهو يقول مرة أخرى هالله يفراسك قالت له وحتى انت أكرم خرج التليفون وعقيت على سعد قال ليه أهلا سعد فينو سلطي سعد قال هاحنا كنحقه معاه وما بغاتش اعتارف قال ليه أكرم واخا بغيت منك واحد الخدمة عقلتي على خديجة ختنابيل كانت خدامة في واحد الكبارين وبغت خرج منه ولكن هما ما زال كيتبعوها سعد قال سافي أنا غد انتصرف أكرم قال له مزيان وشكرا مشات خديجة وبقيت كتهدر مع رأسها علش قال هاكا أكيد كيحشي حاجة من جهتي وإلا ما كانش غد يدير داك التصرف وما كي نسحك غالي قلبه عليك ذا عما يفكر في شي وحده بحالي وعندها ماضي بحالي فيقي يا خديجة فيقي واش انتي مسطية شوفي فراسك مزيان في المراية وعن في قيمتك ها داك راه طبيب وولد عائلة علش غادي فكر فيك انتي وها داك راه غير خدمتو قيديرها معاك وها الإحباط عود تاني وفي السبيطات كانت عالية قال سحدة ربيع قالت ربيع واش نسيتيني أنا عالية قال ليها ربيع شكون انتي وشكون أنا قالت ربيع عافاك واش نسيتي ربيع أنا لقيت بنتنا وراها معايا كنت سنوك غنطا قال أنا ما كان حقالح لوالو واش انتي كتعرفي شكون أنا قالت لي ايه انتا ربيع خل أكرم وقال ماما فين وصلتي عالية بدت كتبكي وقالت ما كيعقل على لوالو وهو يقول أكرم تهدني را الموضوع ماشي سهل را ثنوات هادي وهو كيتحقن بالمادة المخديرة طبيعي غدا تأثر عليه عالية قالت وحتى الفوق عاش قال ليها أكرم وعيشة حوتي لها شي حاجة على باها عالية قالت ما قدرتش خايفة تصدم من اللي تعرف باللي هي بنت عائلة الريان أكرم قال لها أنا غادي نتكلف بالموضوع وغادي نكون معاك غير انتي ديري الكوراج وعودي لها عالية قالت واخا مشا أكرم ومول الدار وطلعوا عند عايشة اللي لقاوها في البيت كتبكي أكرم قال عايشة مالكيش كن قلقك قالت حتى واحد وبدأت كتمسح في دموحها قال لها أكرم ايضا علاش هاد الدموح وهي دقول قلت لك حتى واحد واش ما كتفهمش ومن هنا الفوق كلكم غادي تشوفوا عايشة أخرى دحك أكرم وهي دقول علاش كتدحك قال لها والو مزيان تكوني قوية عايشة وخلك ريزما ديالك بعيد على القوة والشر انتي عايشة طيبة ورقيقة اللي في نظاري مستحيل تبدل وتولي شخص سيئ بدات عايشة كتبكي وهو يقول لها أكرم بكي لبكي زوين حيتعدى بقلتي ليا غدا تبدلي ومغا تبقايش تبكي عايشة قالت له مراد ما كانش كيعجبون بكي وهو يقول أكرم النظرية ديالي كالذات تأكد قالت كيفاش قال لها أكرم حيت انتي كتبغي جلادك عايشة قالت كيفاش تحكوا قال لها والو خليكي بريئة كي منتي كي ما كان عرفك ديما عايشة قالت شنو وقدات عاليك تعاود العايشة وهي مستومة من تكشي اللي كتسمع قالت عايشة يعني مراد هو والد عمي أكرم قال لها واش هذه هي الحاجة الوحيدة اللي كتهمك في الموضوع وما فكرتيش في بابك اللي ما زال عايش قالت عايشة بغيت نشوفه قال لها أكرم مزيان غادة تشوفي وفي بلاسة أخرى كانت سامية كتهضر مع الريان قالت ايش واقع ما لهم حبسينك قال لي هالريان وعلو أنا براسي ما عرفتش وهي تقول له سامية كيفاش ما عرفتيش شكون هادك الراجل اللي كنتي كدير ليه شوكات سكت الريان وما جاوبهاش وهي تقول له سامية اهدار ما لك ساكت قال لي هالريان ربيع وهي تقول له سامية ايش هادشي كتقول ربيع ماتوش بعموت وهو يقول لها الريان ما ماتش أنا انقدتو من الحادث وديتو السبيطار سامية قالت له الله ياخد فيك الحق الله ياخد فيك الحق خرجتي علينا وهو يقول لها الريان واشي حساب ليك أنا قلبي حجر باش نقتل خويا قالت سامية على آتاز ما درتيهاش مع فباك قال لي هالريان سكتي واش بغت فضحينا وهي تقول له انت اللي فضحتي راسك أنا ما عنديش علاقة بهادشي الريان قال وهادشي كامل كان أفكارك انتي باش ناخده الورد تحصبت سامية وقالت له سكوت سكوت تخل سعد كي يصفقه وقال ما زيان واخيرا اعترفته قالت ليه سامية ايش هادشي وباش اعترفت قال لي هاسعد انتي يلا لما طلوبة للتحقيق بحادثة موت سائق سربيع واحتجاز ربيع في السبيطار وده بدت زادت حتى حادثة قتل الريان الأب سامية قالت انا ما درت والو وما كان عرف والو قال لي هاسعد هادشي قوليه في التحقيق وفي السبيطار مشات عيشة لعند ربيع وطلت عليه بقيت معاه فترة وهو ما عرفهاش ولكن كان مرتاح لها بالذات اما عاليا واكرم بقوا كيشوفوا فيهم من برا عاليا قالت شفتي بحالي لكي يعرفوا بعدياتهم منش حال هادي قال اكرم بيناتهم رابط الدم وهي تقول عاليا كانت مننا يرجع يعقل على شي حاجة اكرم قال انا كان صبشر خير من حيشة حيث بجوج بهم حالات خاصة شوية بدك يسوني التليفون لأكرم قال الو هو يقول له سعد صاحبي عندي ليك شي اخبار قال ليه اكرم اش كاين هو يقول سعد احتاج زناسة 100 مرت الريان حيث اعترفت انها هي اللي تعاونات مع الريان باش يضبروا الحادث والمفاجأة انهم قتلوا الجد اكرم قال لي هاد شي خطير بالزهف قالت عاليا اش كاين قال ليها اكرم غادي نهضروا من بعد قال اكرم يلا بسلامة وهي تقول له عاليا اكرم اش كاين اكرم قال مفاجأة ساميت شدات مع الريان بتهمت قتل الجد وتدبير الحادث اللي مات فيه الشيفور وفقد فيه ربيع الذاكرة عاليا قالت ما مفاجأة موالو ساميت ديركتار من هاد الشي انا اللي كان حرفها مزيان هادي عقرب وكتسمم اي واحد يوقف في طريق احلامها قال اكرم هاد شي غا يستمولادهم بستاف وخصوصا لينا وهي تقول له عاليا وفاش كي هموك قال لها اكرم وعلو من باب الانسانية فقط وهي تقول عاليا ما كي ربطنا بدوك الناس حاليا غير ربيع بتسم اكرم وقال واخا ماما ودازت ايام وعيشة كتقلس مع ربيع وهو كيتجاوب معها مزيان وكيتجاوب مع العلاج بشكل كبير اما ساميا والريان فبانت ادلة جديدة كتبت ايدانتهم فبانت ادلة جديدة كتبت برأتهم وفي بيت الريان كانوا ولادهم مصدومين من الكابوس لكي عيشوه كانوا جالسين كل واحد منهم كيترقب المصيبة اللي حلات بهم عاليا قالت عاليا بنت الريان قالت انا مامتيقاش واش كنحلم قال لها مراد علاش الله انا هاد الشي مردني بالزعف ما زال كان عقل كل شي وقع قدام عيني كنت كان شوف في جدي اللي ممدد ومرات والسيران في ايدي حتى سمعت شي حد جاي للبيت وتخبيت مورسة تائر شفت بابا دخل وبقاك يتأمل بالزعف وجه جدي بدك يهضر ويبكي ويقول له علاشة بابا علاش درتي هاد الشي علاش وصلتيني لهاد الشي شوية هزم خده وبدك يخنقو بقوة انا طاحو ركابي يديك ساعة وخفت بزعف خليتو احتخرج وانا نخرج كنت خايف ومرعوب خصوصا من بابا اللي ولكي بالي يفعيني سفاح لينا بدت كاتبكي وقالت واش انا كنحلم واش انا بنت مجرمين هو يقول لها مراد حنا خاصنا نغيرو هاد الشي وجال وقت اللي لا بدي تحاسبو فيه على داك الشي اللي داروه والوقت اللي خاص تاخد فيه عيشة وعمي ربيع حقهم قالت له لينا انا ما بغيت والو وما بغيت حتى حاجة تربطني بهاد العائلة قال مراد عارف عارف صدمة قوية عليك ولكن خاسكي تحاولي عنق خواتاتو وبدو كيبكيو بطريقة هستيرية باتو الخوط في الدار وفاق مرادو هو مشطون على اختو لينا اللي اختات اكبر نصيم من الصدمة مشا عند هابش اطماء عليها وبدك يدق لينا واش انتي فيقة ما فتحاتش وما جاوباتوش وحل الباب وما القاهاش شوية شاف قدامه وورقاء واخداهو بتكيقرأ خويا اختي واحتوالي دي انا كان عتادر بزاف منكم حيث هاد الشي بزاف علي وما قدرش نتحمله انا غدا مشي البلاسة بعيدة اللي ما غتقدروش تلقوني فيها كان عتادر بزاف مرة اخرى ولكن هاد الشي فوق طاقتي وكنصحكم ما تقلبوش علي حيث ما غتلقونيش هي وعالية دخلوا عندو وهي تقول له عالية شكون انا ربيع قال لها عالية بدأت كاتبكي وقالت ربيع ربيع قال لها سمحي لي بزاف ما قدرتش نحميك انتي وبنتنا قالت له عالية نسادة بكل شي بنتنا رجعت لي وهو يقول لها ربيع هي ديما معايا قالت عايشة انا اسعد وحدة في الدنيا بابا وماما حدايا بعد ما كنت مقطوعة من شجرة ويتيمة وهي تقول لها عالية غادي نعوضوك بنتي كان واحدك خرج ربيع من السبيطار والتمشة من الأسرة من جديد وجاوا العائلة لعندهم باش يبركوا لهم رجوع ربيع بالسلامة وجات الصالحة وبنتها اما عايشة غير شافت فاطمة الزهرة وما تمالكاتش راسها وقالت ما زال عندك الوجه اللي تجيبه عندي فاطمة الزهرة قالت انا اللي ما فاهمكش ياك انتي ما كتبغيهش وعارفاني كان عرفه قبل ما تعرفه انتي انا كنت كان بغيه في الوقت اللي انتي كنتي هاي مفخوية علاش دابة معصبة مني قالت لها عايشة حيت انا كان بغي مراد وما بغيتكش تكوني معاه فاطمة الزهرة قالت لها لو كان بالصح كنتي كتبغيه ما كنتيش تخطبيه الأكرة قالت لها عايشة أكرة أكرة مراه خوية ايش من خطوبة قالت لها فاطمة الزهرة مراد هو اللي قال لي يهاد الهضرة عايشة قالت مراد وهو شكو اللي قال لي هاد الهضرة قالت ليها فاطمة الظهرة ما عرفتش اكيد شافك معاه اما خديشة فاختارت التأمل في الجو ولكن سمعت موراها شي صوت فجأها قال ليها اكرم واش مشغولة قالت اه انا لا وهو يقول ليها اكرم وفاش كتفكري قالت والو قال ايش درتي فدكشي للتافقنا عليه وهي تقول له شنو اللي تافقنا عليه اه خرجت من الخدمة قال اكرم مزيان وانا ضبرتليك على خدمة جديدة وزوينة وغدت ناسبك خديجة قالت بالصح انا كنشكرك بالصاف قال ليها اكرم ما سولتينيش شنو هي الخدمة قالت واشنو وهو يقول انا لا لا قريب غدينفتع عيادة خاصة وبغيتك تكوني معايا يعني تنظمي لي المواعيد وذكشي قالت خدمة زوينة بزاف وكان شكرك عليها قال اكرم ولا عليك دازل حفل زوين وبالليل مشى ربيع لعند بنته وهي تقول له بابا ايش يدخل ربيع قال كده يرى بنتي مع الحمل قالت لي عيشة مزيان وهذا شهري قال ليها ربيع الله يسر ليك بنتي ومالكي كتخفني قالت نقول لكم ما تقولها لحد وهو يقول قول يا بنتي قالت لي مراد قال ليها ربيع ما له وهي تقول له عيشة هو يحساب ليه انا غدا تزوج اكرم قال ليها ربيع فهمتك شوف يا بنتي يمكن انا كنت اقرب المراد من البع وذك الشي علاش غادي نقول لك سيري لعنده عاودينه كل شي خصوصا في هاد الظروف اللي هو راه فيهم راه محتاجك بالزاف عيشة قالت له وهاد الشي اللي بالليك قال ليها ربيع ايها بنتي وانتي تعرفي قالت الله يحفظك لي يا بابا فاقت عيشة بكري هاد النهار وكلها امل تمشي تعاود المراد الحقيقة شدات الطريق للدار اللي دخلت لها اول مرة وهي كتبكي اما دابة داخلها بخطرها وهي كتقلب على حب حياتها شافها مراده تصدم قال عيشة وهي تقول له لقيتك ما جيتيش وقلت نجيانا قال مراد وفين هو خطيبك قالت انا ما خطيبة حد مراد قال ماماك هي اللي قالتها لي عيشة قالت لي ماما وانا قلتلك ما تختبت لحد هو يقول مراد ايضا علش ما جيتيش تخرجيني من الحبس وعلش ما هدرتيش نهارش دوني البوليس هاد شي كيعني حاجة واحدة هي انك ما كتبغينيش وكتكرهيني بسبب العذاب اللي دوزتوا عليك عيشة قالت لي مراد انا كنت مصدومة من دكشي اللي واقع قداني ما قدرتش نهدر وكنت ديما كنفكر فيك وكنهدر عليك ولكن انت اصدمتيني من اللي مشيتي لعند فاطمة الزهرة قال مراد انا مشيت لعندها غا باش نفق سك وهي تقول له وهانت فقصتيني شنو باقي مازال قال مراد ما يمكنش عيشة انا والدية هما السبب اللول في عذابك طول حياتك هما السبب باش تربيتي يتيمة وهما السبب باش جابوك لعندي وانا كملت الباقي عيشة قالت رغم قاعدشي الا انني كان بغيك واش ما كتفهمش قال لها مراد كان فهم ولكن ما يمكنش عمي ربيع ما غيتحملش يشوف وجهي بعد ما عرف الحقيقة قالت لي عيشة عمك ربيع هو اللي حفزني نجي عندك وهو كيتسناك جي تشوفه حيت وحشك بزاف مراد بغي يهدر وهي تقعته عيشة وقال شوف انا قريبة غدا نولد بنتنا قال مراد بنتنا وهي تقوله عيشة اه بنتنا واش ما عجباتكش قال اه عجباتلي غير راس طمتيني عيشة انا كان بغي عيشة بدتك تحس بالحريق وبدتك تغوت مراد قال عيشة انا انا شغندير وهي تقوله اديني لسبيطار دغيا وبقاتك تغوت وعيت الماما قال لها مراد صبر يا حبيبة صبر الله يهربي اش غندير وهي تقول واضغيا بقاو غادين وعيشة كتغوت بالجهد ومراد كيصبر فيها وهي غامة زيدة في الغوات تاصل بالجاميع وجاو للسبيطار دخلوها تولد اما مراد فما كانتش هزاه الدنيا غادي جاي وفي الاخير سمعوا الغوات وجات عندهم الفرملية وقالت لهم باللي عيشة صحتها مزيانة هي والبنت كلهم فرحوا ادخال مراد مش بيال عند عيشة اللي كانت هزة البنت بين ايديها وقال عيشة انا كان بغيك بالساف قالت حتى انا كان بغيك بالساف شوف بنتنا مراد واش غدتهله فيها غادي نتهله فيها وفيك وبالساف دخل دخل كل شي وبدو كيباركولي هون مراد قال عيشة قدام كل شي كان طلم منك زواج رسميا واش تقبل بيا قالت قابلة وكان بغيك قال لها مراد حتى انا كان بغيك بالساف وبعد ايام كانت توجاد للسبوع اللي في نفس اليوم تم عقد قيران مراد وعيشة رسميا سماهو البنت رانيا كل شي كان فرحان والمفاجأة هي من اللي طلب اكرم قدام كل شي ايد خديجة كانت صدمة قوية عليها بالساف ما كانتش كتحلم في يوم من الايام بهد شي وهي اللي كانت فاقدة الامل في الدنيا فجأة بتسمت لها الحياة الدنيا هي هادي مهما كانت ظلم في المجتمع الا وهناك واحد الشعلة ديالامل كتضئ كل شي مهما كنا عايشين مع اشخاص منعدم الدمير وكي مارسوا علينا ظلم العادات والتقاليد الا وهناك اشخاص واعين كي حنوا فينا ما كي ناشي حاجة اسميتها العادات والتقاليد في اسلامنا الحبيب هاد العادات لتوجدات اغلبها كي يدينا الهاوية واللي اغلبها بيضعوا ضلال وخلاصة القول لابد ما يكون قدام كل عادة ظالمة اشخاص يوقفوا في وجهها ويقضوا عليها وهكا كتف مل قصتنا